اقام عدد من المنتخبين بمدينة فاس مراصيم احتفالات كبيرة بعد تقلدهم تسير بعض المقاطعات والجماعات فعلى ايقاع عساوى وغيرها من الفرق الموسيقية عبروا بطريقة هستيرية المنتخبون عن فرحهم وفي هذا السياق تساءلت زاكنة مدينة فاس عن سر هذا الفرح خاصة وان المناصبة الجديدة التي تقلدوها امانة عظيمة سيحاسبون عليها في الدنيا بعد الولاية الانتخابية وفي الاخرة امام الله تعالى عدد من المعلقين استلكروا مراسم الاحتفال الباذخة التي اقامها منتخبون لا يحسنون التعبير والادلاء بتصريح للرأي العام وفي هذا الصدد تساءل بعضهم كيف يمكن لمدينة مثل فاس ان تنهض من سباتها وقد تولى امرها اناس لا يقدرون الامانة الملقاة على عاتقهم تجدر الاشارة الى ان وزارة الداخلية كشفت ان خمسة بالمئة من البرلمانيين الجدد لا يتجاوز مسواهم التعليمي الابتدائي واقل من واحد بالمئة منهم اميون ويا 3